بحلقتنا لليوم من المطابخ العالمية حنزور جزيرة معروفة بجمالة الساحر اختروها ليصوروا فيها لورد أوف درينجز دالاس ساموراي بسبب طبيعتها الخلابة الشاف جوزيف اليوم لح ياخدنا على نيوزيلندا لنكتشف سواء أشهر أطباقة هاي شايف هاي مالك كيف عكي اليوم نشكر الله شو رحلتنا اليوم كتير بعيدة بعيدة شو 21 ساعة نيوزيلندا اي فمطل بتعرفي نيوزيلندا هي من البلدان الكمال مشهور كتير بالفوجين كوزين اما خليط الأكل ماعتبره فيوجين فيوجين بس بعدين ايج عليا كتير شعوب صرت فيوجين اوكي اليوم هنعمل قرنطبا هنلاحظ انه الاطباء هي بس الاساس طباعة كله ايوروبا اوكي لانه بعدين ايجوا الانجليز اول شي اول شخص اكشفه هولندا بعدين ايجوا الانجليز عيشوا فيها وعملوا هالمطبخ وهو اكيد استعملوا المواد الموجودة بهالبلد بس بتلاقي انه بتلاقي انه الانفلومنس اما التأسر كله اوروبا اوكي اول طبا حنعملوا هو الباي اسمها يعني هو بيكن مع بيض حنعملوا الفطيرة بيكن مع بيض اوكي حناخد اول شي بصل جلا يعني يا شايف لما قعدت كنت عم بقر عن نيوزيلندا اي انا عمشوف السوار صارتقولوا هاو اي برد فيها حلوة شو هالطبيعة الساحرة المتنوعة الخلابة ايه بحر ازرق ايه مزبوط في منطقة مننا بتقدر منطقة الشمالية هي ناشطة بالبراكين تشوف هالبحر الحلو هالشطة الحلو هالجبال ايه ساعة كتير ايه ساعة كل السنة بالجمال فانا رجعت اعملت انو قعدت بالتفكير بالموضوع ولأ ملاحروح لنيوزيلندا ايه ساعة والدوبي دافيانة مبسوطة هي حلوة يعمل لها زيارة الاشخاص باننسى الأفلام الكبيرة اللي عملت بها ايه منها لورض الفرينيز وده لاسا مراعي بس للمناظر الطبيعية اللي فيها يعني بيقولوا المناظر الطبيعية اللي فيها مع جبال ولأنهر كتير خلاب عملوا فيها أفلام هوليوود غير الأفلام الروبورتاجات عن الطبيعة عن الحيوانات ومن أشهر الشافية بالعالم بيطلعون من نيوزيلندا كثيرا نشاهروا بالطبخ من وراء المويل أكيد هلا هن الأساس الشافية كلهم أوروبا يعني هن شبولو؟ سكانها إشمالها؟ من إجوا من أوروبا وعيشوا فيها فأكيد تأثروا بالمطابخ الأوروبية وعملوا مطبخهم الخاص حتى المشلنستار غاسترانت في كثير بقلب نيوزيلندا وفي عندك شفية مشهورين ميشلنستار غاسترانت كيف في أوروبا بيعملوا المطاعين؟ كم نجمة؟ نجمة نجمتان ثلاثة مقسيمة في ثلاثة نجون يعني في مطاع مي ثلاثة نجون يعني نجمتان يعني نجمة نجمة حتى زعفة منهم كثير في نيوزيلندا